ارجوكو 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 انا والله بكلمكو كأم ويسوانا حقولها حضراتكو على حقيقة رغم انها بحبش تكلم في القصص دي خالص يعني الهوى اللي احترامه والبرامج اللي احترامها لانك بتستهدف جمهور كبير وتحول تفيده لكن انا بتصور انه لو كل واحد فينا كل ابو كل ام كتب على السوشيال ميديا لما ساب ابنه يختار او ساب بنته تختار وما فرضش عليها الاختيار بتاعه كاختيار كله ومستقبل انا متأكدة انه يمكن ده يعمل دفعة شوية وتحريك شوية في تغيير السقاف يا جماعة خلينا منطقيين احنا كأولياء امور كأمهات وكأبهات احنا بني الا لو انت عالم بقى ده موضوع تاني يعني لو حضرتك عالم ومطلع ومتطور وشايف العالم رايح فين وفي ناس كده اه في ناس كده كتير لا مش كتير يعني خلينا موضوعين فبالتالي لو حضرتك شايف انه انت فخور هتبقى بابنك او هتبقي فخورة ببنتك انه هم خرجين جامعة من كليات القمة ارجوكي 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 شو فيه هيشتغل بعد ما يخلص ولا لأ شو فيه بعد ما يخلص الدراسة بتاعته لسه هيفضل يطلب منك فلوس عشان يكمل ولا الموضوع خلص على كده دوري او دور ويسيب ابنك والي اختاره بنتك هي اللي تختار هي عارفة ازاي المستقبل اللي جاي لانها طول الوقت قعدة ومطلعة اللي بيحصل وصدنا فيه فترة من فترات حياتنا مع ولادنا لازم ناخد احنا خطوة الورا كده ونسيبهم يختاروا وبالعكس احنا ندعمهم لده لانه زي ما قلت لحضراتكو قبل كده انه يا فرحتي ابنك ولا بنتك خريك كلية من كليات القمة لكن قاعد جنبك ما بيشتغلش ولا عارف يخطب ولا عارف يشتغل ولا يجي له فلوس ولا يعمل بيت وبنتك نفس الحكاية ولسه تبقى بتاخد منك مصروف او بياخد منك مصروف محتاجين يا جماعة نفكر بشكل عملي بشكل المستقبل اللي جاي ده لو النهاردة فيه كليات مش هزكرها بالاسم لكن لو فيه كليات مازالت موجودة وفتحة ولها مقرات ولها عنوان مازالت لسه موجودة في خلال سنتين ثلاثة مش هتبقى موجودة اصلا لان الشغلانة اللي كان اصحاب الكليات او الخريجين دول كانوا بيشتغلوها ما بقتش موجودة بقاش حد بيطلبها فبالتالي هيبقى انت بتضيف اسم او ارقام جديدة للبطالة لو عايز تكسب عايز تشتغل وعايز تبقى طول الوقت كده مطلع وعارف العالم بيعمل ايه فسيب ابنك او بنتك يختاروا ويدعمهم بده وبطل ابعد تماما عن التفكير التقليدي اللي جابنا وراء تحية اشتركوا في القناة